صيبا نافعا اللهم صيبا هنيئا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك يلا بقى تحدي معنا الكسل وقومي كده ما تكسليش شوفي وراكي ايه وعايزة تخلصي بما ان الجو كده صعب جدا عندنا بكرة عندنا اجازة بكرة الخميس لان الروتين دوت يوم الاربع عايزة اقول لكم الروتين دوت انا كنت عاملة الصبح ودلوقتي بس اجل لكم الصوت بالليل المطر شغال مش عايز يسكت يعني ربنا يرحمنا برحمته والله ما امين يا رب بجد صعب جدا ربنا يسترها معانا والايام اللي جاية عبد علينا بخير كده وسلامة يا رب ويحفظ ديوتنا وولدنا وكل حاجة بسو الجو حلو ازاي سبحان الله سبحان منغير الاحوال الصبح كان الجو حلو جدا والشمس طلع وكله تمام زي ما انتوا شايفين تعالي بقى دلوقتي كده ادخل البلكونة وشوف الجو عامل ازاي وربنا يستر بكرة ايه اللي هيحصل يعني الجو الشمس طلع والغسيل كده زي ما انتوا شايفاها هلمي بقى الغسيل دوت عشان هنشر الغسيل اللي انا لسه مطلعهم الغسيلة كمان عندي المشاية دي كده بما اني يعني بكرة في نطرة وكمان النطرة اصلا شغالة يعني فقلت هاخدها كده اخسلها في الغسيلة بحيس لو نشفت ابقى مع عدم الهوجة اللي هتحصل دي او اللي هيحصل دوت كده يبقى الدنيا كويسة والجو تمام ابقى فرشها في البلكونة بعد ما ممسح البلكونة ان شاء الله لان انا عندي البلكونة مفص طورة فالمطر بيخش على طول في ارضية البلكونة اللي قالولي بقى هيبقى اعمل استارة المساحة عندي عالية جدا لو اقول لكم المساحة قد ايه هتبقوا مستغربين اي ارتفاع اي شقة في اي مكان ارتفاعها مترين وسبعين سنتي انا عندي الارتفاع مع عدد تلاتة ونص متر فاهمين قصدي يعني مني للسه عشان خاطر اطلع مثلا ازعف الحيطة او اي حاجة الزعفة مش بالطول ولازم اقف على كرسي وابقى مسكة الزعيفة عشان خاطر اعرف اللي انا زعف المكان المهم يعني ده مش موضوعنا حدت بقى المشانة بحطها في المطبخ كمان وبتاعت البلكونة وقلت اشغل عليهم الغسالة اللي اتنين مع بعض حطيت المسحوق العادي اللي هو الطايت اللي انا بستخدمه ان شاء الله بازن الله هجيب جل بس لسه يعني كده لما اللي عندي يخلص وحطيت شوية كروريكس الوان تلاعت بقى الشقة عندين ديفا وكله تمام تلاعت فوق الدولاب الشعلقة كده زي ما انتو شايفين على السلم وكمان هعمل بقى الدولاب من فوق الدولاب من فوق مليان تراب جامد جدا وحسيت كده اللي الحيطان فيها نسبة من العفن علشان خاطر البيت قديم اه فبيحصل الموضوع ده عندي كتير الحيطان بتعفن مش بيجي مسلا عليها اعتراب وكده لأ نسبة العفن او نسبة الرطوبة بتبقى موجودة عندي في الحيطان دي كروكيتة كده قلت صح ولا قلت غلط انا مش فكرة كانت بتاعت منا ويوسف استخدمها وبعد كده مكة المهم يعني هي موجودة عندي اه لو في حد عايزها يقولي اه لاني انا مش محتاجيها بصراحة اللي هي اللي بتحطي فيها البيبي وبتشيل على فكرة هي لسه جديدة مفاش اي حاجة والله بس ما كنتش باستخدمها كتير اه لكن زي ما انتو شايفينها كده شايلها فوق الدولاب هي والكرسي بتاع العربية الكرسي بتاع العربية دوت اللي هو بيتحطي فيه البيبي وبيركب على العربية بس هو اه مكسور حتة صغير ايان حطيت كده بقى الكنستة فوق الدولاب وكمان حطيت بقى شوية مية كده في المساحة اللي هي دية وقلت اللي انا ازعف بها الحيطة لاني العفن ده لازم مية علشان خاطر تطلع عايز اقولكم اللي انا متعذبة فوق السلم اه جوزي راح يودي لعيال الدرس لاني ما كانوش راحوا للمدرسة اه ورجع بقى لاني مش علاقة فوق الدولاب قال لي يا بنت ارحمي نفسك حتى الدولاب مش عاتقه يعني نايز تعملي ايه تاي نايز تنزلي تمساح عربيات الناس في الشارع ارحمي نفسك شوية اه بعد ما خلصت كده اللحيطة ويخليتها زي الفل خمساح بقى اه الدولاب يلا بقى قومي تشجع كده بس بعد ما نلحنا فيه دوت يخلص يعني الفيديو دوت والله يمسى وراه اه يوم الاربع هينزل لكم الخميس وانا عارفة اللي الجو هيبقى مقلوب الخميس واتقولوا ايه الست المجنونة ديت لا انا كنت مزبطة الحاجة من قابليها اه بصوا كده شكلها عامل ازاي شلتها بقى عشان عارف اللي انا ألمع بيها وهنزل بقى دلوقتي من فوق الدولا يبقى اشطفها وارجع عامل الناحية التانية الحاجة ديت لما بتبقى نظيفها صدقيني بيبقى عندك المكان نظيف احنا هنبدأ بقى دلوقتي كده عشان تندفات رمضان كل سنة وانتو طيبين وربنا يا رب ما يقطع لنا عادة ابدا هنبدأ ننظف بقى الحواء الدواخل بتاعة الشقة يعني الدواخل يعني فوق الدولاب وراء الدولاب الدوليب تحت السرير الحاجات اللي هي الداخلية شوية دي بطنية جديدة اه شايلها كده فوق الدولاب مش بتاعتي اصلا اه فشايلها بس كده لسحبتها طبعا هي لو بتفرج علي اكيد هتبقى عارفة هي من اه حطتها الناحية التانية علشان خاطر ابدأ بقى اللي انا ألمع الحيطة الناحية دي واعمل كمان بقيت الدولاب كنست الحيطة الفضلة وكمان عملت بقى بالمساحة زي ما انت شايفك طبعا دولاب منه عملته نفس الكسة بس مرضيتش اللي انا اصور يعني هو هو اللي انا عملته هنا عملته هناك بالزبط مفيش اختلاف بس اهم حاجة خليته نضيفه زي الفل بس رجلي وجعتني قوي والله السلم ده صعب جدا وكمان القصيرين يا جماعة بيعانوا والله دي الحامل بتاع التلفزيون علشان انا معلقاه مش حطها عالترابيزة فدي بتبقى موجودة معين لما بيتحطها عالترابيزة بنركبها بالمصامير لما بنعلقوا بنشيلها فانا حطتها هنا داية احسن مكان لها بعيدة عن ايد العيال علشان خاطر ما تكسرش بس كده حسيت بارتياح كده نفسي شوية لما ببصي كده للمكان وحس اللي هو بيلمع في لمعه كده المكان نضيف ما فيهوش طراب ما فيهوش حاجة كده مدايقاني انتو فاهمين قصدي طبعا يلا بقى قومي كده بدقي كده بس بعد ما بقولك اللي احنا فيه دوت يخلص طبعا كنت عاملة كيكا بالليل قبلها بيوم بالليل وطبعا انتو شفتوها معايا الولاد كلوا اللي كلوا وده اللي فاض بقى هشيلها هفضيها في علبة واشيلها قبل بقى ما عمل الاكل هخسل بقى شوية المواعين دول كده عندي شوية مواعين كده حلوين محترمين كده هنخسلهم مع بعد ونشوفهم نكملين مع بعد كيه طبعا ما تنسيش تكتبيلي عملت اكل ايه النهاردة بما اني يعني الروتين دوت هينزل لكم يوم الخميس الاكل اللي يليق معايا يوم الخميس بما اني العاصفة الرملية والمطر والحاجات دي كلها تحصل ااا اكتبيلي هتعملي اكل ايه او عملت اكل ايه مأكيد يعني هينزل لكم الساعة سوعة يعني هتكون انت عملت الاكل حطيت كده شوية ميا عايز اقول لكم المرحلة اللي جاية بقى ديت آآ بعد ما نخلص من العاصفة الرملية والحاجر ديت هبدأ اللي انا اعمل الرخيمة علشان خاطر الرخيمة دي كسرت خالص ومش نفعة تماما وكمان الحلة بتاعت الحوض الكسرت طبعا هاخس المعين بقى اكثر عشان خاطر آآ اشوف ورايا ايه تاني جوه في الشقة عايزة عامل علشان خاطر انا اللي هنزل اجيب الولاد من الدرس خلصت المعين ودي الكبايات اللي انا فطرت فيها انا وجوزي وكان في كباية قهوة من بالليل عالترابيزة فقلت بقى اخسلهم بالمرة وانا بلمع الترابيزة كده والدنيا عندي تبقى نزيفة طبعا انا غلصت المعين اكتبوا لي عندكم المطر اخبروا ايه احنا عندنا آآ يعني لسه بصوا هما قالوا هيبدأ من يوم الخميس لكن لسه عندنا بصوا الاربع بالليل وعايز اقول لكم الفعلا الجو صعب جدا 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 وساقع تلج يعني حاولي كده ما تنزليش تجيبي حاجة ولا آآ تعملي اي حاجة ووقع دي ولادك كده ولبسيهم لبسة ايل كده بعملولهم حاجة دافية لاني فعلا الجو ده جوا عاية جدا طبعا وانا واقفة بقى كده بزبط برضو عندي الرخامة لو في حاجة في صابون اززت الصابون مطرح ممسكتها بمسح الفوتة برضو نفس الكسة كده طبعا الفوت دي انا بخسلها من بالليل يعني هي نظيفة اصلا بس بحب اللي انا اشطفها كده طبعا عايز اقول لكم اللي انا هروح اشتري يا عيون للبوتجاز بقى جديدة لاني العيون دي خلاص كده عملتها بالكركري وعملتها زي ما انتو قلتولي بكل حاجة ما نفعتش خالص فان شاء الله بازن الله هروح اشتريها لو عايزين نعمل لكم جولة بالمكان اللي انا هشتريها اكتبولي في العنوان اكتبولي في التعليقات اسفل هروح مكان اسمه اسمه ايه مست اسمه ممكن اللي انا هروح اسمه كلوب بي كلوب بي دوت قابل رامسيس بشوية او لو انت جاية من رامسيس هيبقى بعد رامسيس وانت دخل على العتبة او لو انت جاية من العتبة هيبقى بعد العتبة يعني على حسب المكان اللي انت جاية فيه طبعا للاخبرتكم صح перед المكان دوت بيبيعوا فيه الاكسسورات بتاعة الغسالة او البوتاجاز او التلاجة المهم يعني بيبيعوا فيه اي حاجة تخص الغسالة والتلاجة البوتاجاز الاجهزة الكهربائية عمتا بتاعة البيت زي خرطوم الغسالة الباب الغسالة البوتاجاز نفس الكسة الاكسسورات بتاعته التلاجة الترمستات الحاجات دي كلها بيبيعوها هناك فلو عايزين العنوان بالتفاصيل وكمان اخد لكم جولة هناك اكتبوا لي وانا هعملها ان شاء الله لما اروح لو مش عايزين خلاص هروح من غير مصور ويبقى كده اشتري العيون ولما اجي اوريها لكم ان شاء الله لو عيونك بقى اللي هي بتاعة البوتاجاز دي بايزة ومتدمرة او الحوامل بقى مطرح الاستهلاك كده دابت خالص برضو بتتبع هناك والشواير بتاعة الفرن باب الازاز لو قصر منك الغطى بتاع البوتاجاز فعلا لو قصر الرف بتاع التلاجة لو قصر درجة التلاجة لو قصر كل حاجاز بيبعوها هنيك طبعا انا خلصت كل الوراية ومك كانت نايمة مك لو كانت صحية ما كنتش عارفت اعمل اي حاجة طبعا الفوتا دي نضيفها هنشف بقى بيها الرخامة مطرح ما خلصت الوراية وخلصت المعين وكمان طلعت الحاجة مكانها هنشف بقى بيها الرخامة عندي فينو كده يعني بتاع الاسبوع كله بتاع يوم الحد والاتنين والتلات والكلام دوت كان جوزي كل يوم وهو جاي يجيبلي فينو فالولاد اصلا كنت بوادهمش المدرسة الاسبوع اللي فده كله مراحوش المدرسة بيروحوا الدروس على طول فالفينو بقى يعد عندي ومعنديش مكان في الفريزر احط في الفينو فبصراحة بقى يتكوم يعني تكوم كده الشنطة اللي انتوا شايفينها فحرمت تريمي ففكرت بقى لانا هعمله بقسمات يلا لو عندك فينو ام اعملي حتى لو واحد بس هتكسبي كده شوية بقسمات حلوين يعني اه اقطعته كده فتحت الفينو نصين وبعد كده بقطعه عشان خاطل لما ادخله الفرن يتحمص بسرعة مش شرط ادخلي الفرن وتولع الفرن ممكن تكوني مسلا بيكوني عاملة اكل في الفرن وبعد ما اتخلص الاكل تحطيه في الفرن ياخد درجة الحرارة بتاعت الفرن هينشف معاك وهيبقى زي الفل انا هخلص بقى الكمية كلها في الصينية كده وهدخلها الفرن ومش هولع عليها غلا ماجي لان انا نزل اجيب الولاد وهجيب طلبات شوية طلبات كده للبيت خلص كده الكمية دي كلها خلصت كمان عملت تسبيكة المسقعة يعني عملت صلصة للمسقعة علشان خاطر هجيب بتنجان وانا جاية ونعمل النهاردة مسقعة اكتبوا لي بقى انتم عملتوا اكل انتي لسه ما كتبتيش انا بحسابك كتبتي ما تتخضيش ما تتخضيش انا باهزر معك بس كده كده الروتين بتاعي النهاردة خلص بحبكم في الله يا احلى واجمل الاخوات في الدنيا دي كلها ما تنسيش تحط اللايك بتاعك وتكتبيلي تحت في الكومنتات عملت اكل النهاردة واغبار المطر عندكم ايه زي عندنا كده ويا ترى بكرة هيحصل ايه ربنا يسترها معانا يا رب وسلام